بكتور هشام ايه هي الاعراض اللي تقولي انه لازم اروح للطبيب وانه فعلا انا داخل في حالة اكتئاب موسمي احنا في حاجة بتقولي احنا احنا عندنا علامات معينة لو شفتها انا حستها لازم اتجه للطبيب او لو حد شافها علي لازم يزقني بسرعة لان اروح للطبيب رقم واحد اني اصبحت لا استطيع ان انا اعود مع الناس الانهزال او العزلة لو بقت عزلة كاملة ان انا ما بقعدش مع حد خالص دي علامة خطر جدا العلامة الاخرى ما يطلق عليها الالفاظ التي تنزل على اليأس ما فيش فايدة ما فيش حل مهما حصل انا مش حاس ان في حاجة هتتغير خالص لو انا كانسان بقى انا اللي بحس فقدان الشغف فقدان الحماسة فقدان ما يطلق عليها نيزة الاستمتاع بالاشياء حتة الاستمتاع بالاشياء دي قد تبدو انها مش حاجة مهمة جدا لكنها مهمة جدا انها استمتع باكلة بكلها فاجوع فاطلبها تاني فيه نوعين من فقدان الشغف احنا بنخاف منهم جدا في الطب النفسي حاجة اسمها الشغف الحالي ان انا مش مستمتع با اي حاجة ما عنديش حمثل اي حاجة ولكن اللي اوحش منها حاجة نسميها شغف التوقع ان انا بقول لنفسي واصبحت مقتنعا ان حتى في المستقبل مش هستمتع با اي حاجة اول ملاي البناء ادم بيكلم ان المستقبل مظلم وانه لن يستمتع بيه ابتدي اشك ان احنا داخلين في المرحلة التالتة من الاكتئاب اللي هي تمني الموت ثم بعد كده تطور الى شيء نزع تشاؤمية جدا بالزبط يا فاند ان انا شايف المستقبل مظلم وان انا مش هتحسي احنا ممكن نكون حزين دلوقتي او مخنوق دلوقتي ولكن عندي امل ان انا بقرة هيبقى احسن اللي هو دايما حتى المقولة الشعبية بقرة احلى من النهاردة لكن الانسان المكتئب اكتئاب حقيقي لو اترابل اكتئاب يرى ان بقرة اسوأ من النهاردة ودي علامة خطر جدا ويجب التوجه الى المساعدة في اسرع وقت طبعا يعني مش قول بقى العلامات العادية خالص اللي هو طبعا ان انا بفكر في الموت او اتمنى الموت او الحاجات دي طبعا التوجه للعلاج النفسي ده حاجة مهمة جدا طيب دكتور دايما بنسمع انه لو حد بيعاني من الاكتئاب بنسمع ناس احيان تقوله ده قرار لازم انت اللي تقرر ان انت تبقى احسن وانت اللي تقرر ان انت ترفض الوضع اللي انت فيه هل بالفعل الخروج من الاكتئاب هو معتمد على قرار الشخص فقط ولا احيانا حقيقي بيكون مرض نفسي بيحتاج علاج حتى لو بادوية اني مرحلة فيهم وهو ايه فيهم طبعا لو احنا بنتكلم عن اضطراب الاكتئاب او مرض الاكتئاب فالانسان لا يملك قراره ولا يستطيع مساعدة نفسه الا انه يستمع الى كلام الاطباء وكلام الناس اللي بيساعدوه لكن لو بنتكلم على مشاعر مزاجية حزن او قساء او عندي مشكلة في العمل مثلا ومدايقاني هنا ممكن اساعد نفسي هنا ممكن اخد قرار ان انا اخرج من المشكلة او احل المشكلة لكن لو عندي اضطراب الاكتئاب فالمريض لا يستطيع مساعدة نفسه يجب ان يتوجه للمساعدة حالا زي مريض الضغط هل مريض الضغط يقدر يعليق ضغطه لازم هياخد دواء للضغط زي مريض السكر فالطراب الاكتئاب ما هو الا مرض طبي ناتج عن خلال كيميائي لا يمكن لا اي حد يصلحه نفسه